فالطفلة هيفهم المفهوم ده وهيفهم ان احنا بنعمل ده عشان هتقرب لربنا وان احنا بنعمل ده اسوة بسيدنا إبراهيم هو هيفهم بقى يعني هنقول له بقى ربنا استفاد ايه لما احنا دباحنا الخروف ان احنا كده دي طاعة ربنا انا بسألك بطريقة سيغة أطفال يعني دي الطاعة بتاعة ربنا يعني ربنا استفاد ايه لما احنا صلينا بنفس الطريقة ربنا استفاد ايه لما احنا توضينا ربنا استفاد ايه لما احنا قرنا القرآن هي طاعة ربنا وهو الهدف في الأساس الطاعة زي ما أنت بتطيع بابا فبابا بيطيع إيه؟ ربنا وفي حد أهم من بابا مفروض تطيعه إن الخروف ده عشان نأكل الفقراء والمساكين هنجيب هنجيب وإحنا هنموضح بعد كده أنه دي الطاعة وجزء من الطاعة أنه احنا بنوزع لحمة الخروف عشان الفقراء والمساكين زي ما أنت بتاكل لحمة فهما الفقراء والمساكين بيأكل لحمة بس مش المفروض أفاجئ الطفل بحاجة زي كده لازم أكون موضح ده قبل أن نوصل إلى حالة الدبح أو الأضحية موضحه والطفل المتقبل أنه هو يشوف ده لو قالك لابا بابا مش عايزه زي كده ما تغطش عليه خالص طيب لو بيجيبه خرفان بقى في بيوتهم وبيبقى شايفه دي مشكلة تانية أنا مش محتاج أخلي الطفل يبقى مرتبط عاطفيا بالحيوان اللي جاي هو مش بات بالزبط كده بالزبط كده بس أنا بجيبه مثلا في أول زلح الحجة يعني بجيبه قبل العيد بتسع تيام أه فالتسع تيام دول الطفل بدأ يرتبط بالحيوان عاطفيا بيأكله بالزبط بالزبط فأنا مش محتاج أعمل كده ده خلط طبعا لو هجيب خروف في البيت فيبقى بعيد عن الطفل والطفل ما يشوفوش خالص غير قبل الدبح تمام ما يجيبوش وربيه عشان ما يرتبطش بيه عاطفيا ويبدأ إداء ده إحنا ككبار لأنه يشوف الخروف هو خايف هو بيجري من الجزار وهو بيمأمأ كده لأنه الحاجات دي دي بتأثر في الكبير عشان كده إحنا محتاجين عشان كده إحنا محتاجين إنه يبقى أولا الجزار محترف عشان ما يعذبش الخروف وما يحسش الخروف بأنه هيدبح أو يبدأ يقلق والطفل نفسه لما يشوف المشهد مقلقش فعشان كده لازم يكون الجزار جزار محترف مش يكون حد بيجرب مش جاي يجرب أو حد طيب ولا يتقلل أطفال إن الخروف مش خايف وده دوره هو شايف خوف الخروف يعني هو خروف يعني هقول له هارتك حاجة أنا كنت سمعت ناسب بس هارتك صلحالي من ناحية نفسية يعني يقول لك كل إنسان له دور وبالتالي كل حيوان له دور فالبقر والجواميس والخرفان والبط والفراخ والكلام ده كلهم عارفين إنهم دورهم خدمة الإنسان فهم عارفين إنهم هايجي وقته يتدبحوا ويموتوا زي ما إحنا عارفين إنه إحنا هنموت ما إحنا متقبلين فكرة إنه هيجي وقت توقعية أو معيتش هموت فهم كمان كحيوانات عارفين إنهم هايموتوا بس عايزين يموتوا بفايدة فيموتوا مدبوحين للدخلة النفسية دي مقبولة ولا لا؟ مقبول بس هو الطفل شايف في الآخر خوف الخروف ما إحنا لو مش هنفرق خروف يا سيدي لو مش هواديه أنا عايزة بس الأول أفهمه الكونسب ما هو الكونسبت نفسه صح كونسبت نفسه أنه الحيوانات مخلوقة لخدمة الإنسان ده كونسبت صحي ما فيهوش مشكلة تمام؟ لكن أنه الخروف مش هيخاف لأ خروف خايف هو شايف الخروف خايف زي ما إحنا بنخاف لما بنموت؟ زي ما إحنا بنخاف بس هو ده دوره ولازم هو الطفل في المدرسة في المرحلة دي في مرحلة بقى 6 سنين و 7 سنين بيكون بدأ يدرس السلسلة الغذائية فهو فاهم كويس أنه ده بيأكل ده وده بيأكل ده عشان السلسلة الغذائية إيه؟ تكتمل فهو فاهم ده من الساينس في سنة 6 أو سنة 5 ابتدائي أو 4 ابتدائي فهو فاهم ده كويس فأنا بوضح له بس أنه ده دور الخروف زي ما حريك قلت كده وهو حتى لو خايف فكلنا بنخاف وده عادي